الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهي للمملكة العربية السعودية الشقيقة تتضمن دعوة للمشاركة في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخريج العربية المقرر إنعقادها بمملكة البحرين خلال شهر ديسمبر المقبل وقام بتسليم الدعوة سعادة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين له في مكتبه بقسل العزيزية في الخبر اليوم كما نقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود عاهل المملكة العربية السعودية وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نائب بن عبد العزيز آل السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل السعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وتمنيات جلالته للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق دوام النمو والرقي